إلى الضفة الغربية حيث وفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا شابا فلسطينيا اليوم بعدما فتح النار عليها عند حاجز عسكرية وأكد متحدث عسكري إسرائيلي أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطيني قرب حاجز أمني في مدينة توباس في غور الأردن قال إن الفلسطينية كان مسلحا وبادر بإطلاق النار بينما وصفت صحف إسرائيلية إصابته بالخطيرة